موسيقى تنتهي اليوم مهلة تسمية رئيس الجديد للحكومة العراقية خلفا لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ومن المقرر أن يختار رئيس الجمهورية برهم صالح المرشح لرئاسة الحكومة بعدما تسلم قوائم المرشحين من الكتل النيابية ومن المتظاهرين ومن بين المرشحين محمد شيع السوداني وأسعد العيداني وقصيس هيل ومصطفى الكاظمي إضافة إلى القاضي رائد جوحي قرر البرلمان العراقي عقد جلسة جديدة لاثنين المقبل بعد أن أخفق أمس في التصويت على مشروع تعديل قانون انتخابات البرلمان سجالات وانسحابات شهدتها أروقة البرلمان العراقية وبعد شد وجذب بين النواب فضت جلسة التصويت على تعديل قانون الانتخاب وأخفق البرلمان في تمرير التعديلات المقترحة جلسة عمتها الخلافات الواسعة بين الكتل السياسية الخلاف بين أعضاء مجلس النواب تمحور حول بعض البنود فما كان مقررا هو التصويت على خمسين مادة من قانون الانتخاب بيد أن تأجيل التصويت على المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة المتعلقتين بالدوائر الانتخابية المتعددة وتوزيع المقاعد شكل أرضا خصبة للخلاف خلافات متعددة تركز حول المادخ مصعش الدوائر المتعددة من الدائرة الواحدة الانتخاب الفردي أو المتعدد بالنسبة للعمر للعدد النواب خلاف وصل إلى حد انسحاب كتلة التحالف الكردستاني من جلسة التصويت والإخلال بالنصاب القانونية طرت على إثره رئاسة المجلس إلى تأجيل الجلسة حتى الاثنين المقبل نحن كتلة الكردستانية أكدنا بأنه هناك أمور تتعلق بأمور فنية في بعض من المواد هذا المشروع لقانون الانتخاب مجلس النواب على المجلس النواب النظر بجدية أكثر بهذا الخصوص مصادر عراقية تقول إن الخلاف على بعض التعديلات كان واضحا حتى قبل موعد انعقاد الجلسة ولذا فقد ذهب مسار الجلسة نحو التصويت على البنود المتفق عليها أولا على أن يتم إرجاء البنود الخلافية لوقت لاحق أما الإجماع الوحيد الذي أقره تصويت نواب البرلمان فتمثل بإعلان منطقة ذيقار محافظة منكوبة بعد ترد الخدمات فيها ووقوع عدد كبير من القتل والجرح في صفوف المتظاهرين إبان احتجاجاتهم المنادية برحيل طبقة السياسية الحاكمة في العراق معنا من بغداد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سيد خالد عبدالإله هلا بك سيد خالد معي في برنامج المساء سيد خالد إذن اليوم هو اليوم الأخير في المهلة المحددة لاختيار رئيس وزراء خلفا للحكومة التي استقالت لكن يبدو لا يوجد اتفاق الأعراف العراقية ربما تتيح بعض الشيء التمديد في هذه المسألة السؤال هو اليوم إلى متى وهل يتحمل الشارع هذا الانتظار بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير لكم لجميع مشاهدي قناة سكاينوز عربية والشاكل لهذا الصلاة بالتأكيد أقتبس مما أشرت إليه هو العرف اليوم العرف العراقي ما زال سائدا حتى بعد مسألة التظاهرات وارتفاع مستوى التظاهرات وسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحة لكن ما زالت القوى السياسية أيضا تراهن حول مسألة اللحظات أو الساعات الأخيرة ننتظر قد يكون هناك حراك قوي قد تكون هناك اجتماعات اليوم لم تعلن في رأس الجمهورية ما بين القوى السياسية ما بين أيضا بعض المرشحين لاختيار أو لتسمية رئيس البعض يتحدث بأنه يمكن أن يقوم رئيس الجمهورية ويحل محل رئيس الوزراء المستقيل السيد عدد عبد المهدي استنادا للنص المادة واحدة أولا لكن هذا الأمر يحدث عندما يقدم رئيس الوزراء المستقيل أو قدم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية لكن بعد مفاتحة المحكمة الاتحادية تبين لسيد عدد عبد المدينة تقديم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية يعني استقالته شخصيا وليس الحكومة وهو أراد أن يستقيل هو والحكومة الأمر الذي دفع على أن يقدم الاستقالة إلى مجلس النواب العراقي وبالتأكيد عندما يكلف أو يصبح رئيس الجمهورية ويحل محل رئيس الوزراء يعني ليست لديه كابينة لكي يدير هذه الوزراء وبالتأكيد هذه أيضا مشكلة كبيرة سكت عنها الدستور العراقي وأيضا ليست هناك أيضا في الدستور العراقي إشكالية حديث أو ما يتعلق بمبدأ الاستقالة عندما يقدم رئيس الوزراء العراقي فبالتأكيد هذه الأمور أن يتوقع لحد الآن غير محسوبة بشكل دقيق ما زالت القوة السياسية العراقية والأحزاب تراهن على مسألة الوقت وإطالة الوقت وبالتأكيد هذا الأمر قد يفضي إلى مسارات ومنعرجات لا يحمد عقباها إذا لم يكن هناك استدراك كبير جدا لهذا الجانب طيب الشارع اليوم كيف يبدو سيد خالد هم يعني السياسيون يعني من الواضح أنهم يشترون الوقت لحين هدوء الشارع وما شابه كيف يبدو الشارع كيف يبدو تفاعلات الناس حديث الناس خصوصا في تلك المحافظات الجنوبية المهمة حتى لهذه الأحزاب الحاكمة يعني نتوقع اليوم الشارع العراقي والشعب العراقي يريد أن يكون هناك تغيير وأصلاح حقيقي يريد أن يكون هناك تغيير بالمستوى الذي يمكن من خلال المميس المواطن العراقي يعني استمرار التظاهرات مسألة الحديث عن تمسك المتظاهرين بهذه الشعارات التي رفعت مسألة الحديث عن أصلاح وتغيير بنيوي حقيقي جذري هيكلي للدولة العراقية بعد 2003 مسألة الحديث عن شخصية وطنية بعيدة عن الاستفافات الطائفية والقومية والمذهبية هذه المسائل ما زالت تؤكد عليها قيادات التظاهرات أو حتى الشارع العراقي بالشكل الذي يمكن من خلاله أن يعطي إشارات واضحة لرئيس الجمهورية بأنه يجب أن يتحرك بشكل سريع جدا من أجل أن يكون هناك رسالة إطمئنان ترسل إلى على الأقل لتقدير إلى المتظاهرين إلى الشارع العراقي محافظة للنظام للاستقلال لأن هناك من يراهن بأن الوضعية في العراق لا سمح الله تتجهي إلى الفوضى وهناك بعض العمليات تتحدث هنا وهناك عملية حرق عملك تعطيل المصالح الاقتصادية والتجارية في بعض المناطق هذه أمور سلبية تلقي بضلالها على مسألة النظام العراقي بشكل عام على المؤسسات العراقية لكن سيد خالد يعني اليوم الحديث ليس سياسيا كما كان مسألة الشعارات وأن الشعب العراقي يحتاج وكذا هناك تظاهرات حقيقية هناك تغيير مجتمع حقيقي رافض لهذه الأحزاب ومن يدعمها ومنهم بشكل رئيسي إيران إلى أي مدى هذا الضغط الشعبي يعني يبدو واضحا وباقيا أم أنه ضعف وبالتالي لم يشكل يعني ضغطا على هذه الأحزاب السياسية يعني أول شي هنا نتحدث عن معادلة الديمقراطية لا نستطيع أن نقول بأن جميع الأحزاب أو كل الأحزاب هي مرفوضة الذي يحقق عملية الرفض هو الشعب العراقي كما أسلفت ولكن هناك نتحدث عن صندوق الاقتراع أو صندوق الانتخابات هو الذي يعطي من الذي يبقى ومن الذي يستمر ومن الذي يغادر وبالتأكيد هنا نتحدث عن مهمات أساسية منها قانون الانتخابات منها قانون المفوضية الذي يمكن من خلاله أن نتحدث عن أن الشارع العراقي يعيد مرة ثانية ثقته بالنظام السياسي بالتجربة الديمقراطية العراقية وبالتأكيد عندما يشارك بفعالية ويختار شخصيات وطنية عندما نستطيع أن نرسم محددات طبيعة هذا القانون لتكون مدخلاتها مخرجات حقيقية صحية سليمة عادلة شفافة نزيهة ترسل شخصيات وطنية تعمل لصالح العراق بغض النظر عن محدداتها أو هوياتها الفرعية وبغض النظر عن الإطار الخارجي أو الإقليمي أو الدولي هذا هو الذي يطلبه الشارع العراقي أما اليوم أن نتحدث اليوم عن أن هناك من يحاول أن ينحرف بشكل أو بآخر عن هذا المبدأ ويتحدث بأن التغيير والأصلاح ينتج عن خارج إطار المنظومة الديمقراطية فبالتأكيد هذه مجافضات الحقيقة أن نتوقع استقرار النظام السياسي العراقي المستقبلي يحتاج إلى صياغة محددات قانونية وتشريعية وتعديلات دستورية وهذه الكمل هائل من التشريعات تحتاج إلى نوع من المحددات التي يمكن من خلالها أن تلقي بضلالها على استقرار النظام بشكل عام سيد خالد بالنسبة لرئيس الجمهورية سيد برهم صالح والبعض يقول أنه في موقف حرج وصعب للغاية الرجل يأتي من تكتل الأحزاب الكردية على شفى تسلم ربما جميع مهام رئيس وزراء العراق هذه تركة كبيرة وهم وثقل كبير إلى أي مدى هو في وضع حساس رئيس الجمهورية العراقي يعني بالتأكيد أن نتوقع اليوم سيد رئيس الجمهورية هو حامل الدستوري يستناد لنصر المادة 67 مسؤوليات كبيرة وجسيم اليوم تلقى بضلاله وبالتأكيد أن نتوقع رئيس الجمهورية هو الذي حركه لا ننسى بأنه كان له دور كبير في مسألة عملية دفع بالتشريعات بالقوانين الإصلاح الانتخابي المفوضية الانتخابات ولكننا نطالب لا يستقيم الإصلاح السياسي والتغيير إلا بإصلاح قانون حتى الأحزاب السياسية لتكون هناك جملة من المحددات أنا أتوقع رئيس الجمهورية ما زال يتحرك ما زال يتشاور ما زال يلتقي نواب كتل سياسية زعامات نخب أكاديمية نقابات مهنيين اتحادات من أجل الوصول إلى رؤية يمكن من خلالها أن يتحدث أو يحاول أيضا أن يعطي رسالة لجميع الأطراف الكتل السياسية إذا لم تكن هناك خيارات وطنية فقد يتجه بشكل حقيقي والساعات القليلة المقبلة قد تكون هي نتاج لهذا الحراك الذي يمكن من خلالها أن يسمي شخصية ويكلف شخصية لكن المشكلة هنا أن توقع ليس بالشخصية المشكلة بفريق الذي يعمل مع هذه الشخصية هل هي سوف تكون حكومة مصغرة مدة هذه الحكومة الوظائف التي تعطى أن يتوقع هناك ضغط على رئيس الجمهورية لتكبير رئيس الوزراء المستقبلي بأن يكون عمله محدد ليست لديه صلاحيات أمور تتعلق بإجراء فقط الانتخابات وبالتأكيد هذا ما تسعى لي بعض القوى السياسية في طال هذا الجالب طيب موضوع قانون الانتخابات بلمس فضة الجلسة بدون تحقيق أي شيء خلافات بين كتلة سائرون والكتلة الكردية الأخرى حتى الكتلة الكردية انسحبت مرتين وأحيلت الجلسة ليوم الاثنين هل من الممكن أن نرى اتفاق أم أن الخلافات قائمة هل نحن أمام خلافات على مستوى سياسي أم على مستوى ربما يكون وجودي بين الأحزاب السياسية لا أنا أتوقع الأمرين يحدثان في نفس الواقع يعني وفي نفس الوقت يعني سياسية وخلافية لا نقول أنها فنية لأنها تتعلق بالعامل الوجودي وهذه الخلافات فيها حتمية كبيرة لبقاء بعض القوى السياسية من عدمها وهذه هي خطورة قانون الانتخابات الذي تتحدث عنه المرجعية والقوى المجتمعية العراقية الأمم المتحدة حتى مجلس الأمن الدول الاتحادية الأوروبية يتحدثون عن يكون القانون هو قانون يلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي والشعب العراقي أنا أتوقع هو من فقط الخلاف حول طريقة احتساب الأصوات أو الدوار المتعددة أو مسألة القاسم الانتخابي أو الذي يحقق على الأصوات أو الترشيح الفردي أو 75% للترشيح الفردي و25% للكتل السياسية أو الأحزاب السياسية المشكلة أنا باعتقادي حتى تتعلق بالشخصيات التي منعت يعني على مستوى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء نوابة وبعض الشخصيات على مستوى الدرجات الخاصة أن هذا الأمر يتعارض بها الدستور العراقي اثنين أيضا مشكلة الجنسية أيضا انسحاب القوى الكردية يتحدثون عن الجنسية الثانية بالأمر الآخر الدستور العراقي في المادة الثامنة عشر تتحدث بأنه لا يجود من لديه جنسية غير الجنسية العراقية أن يتسنم منصبا سياديا سياسيا أمنيا عسكريا وبأكيد هذا ما أحد مطالب الشارع العراقي والشعب العراقي ما زال هناك جدل وخلاف عليه وحتى في الدستور العراقي لم يتم تشريع قانون ازدواجية الجنسية العراقية فبالتأكيد هذه أيضا تمثل نقطة خلافية كبيرة جدا لا تستطيع القوى السياسية أن تستطيع أن تعلق دالين على ذلك رئيس الجمهورية دفع بهذا القانون تم تغييره على مستوى مجلس الوزراء ورساله إلى مجلس النواب بطريقة غير الذي تم الاتفاق عليها قوى سياسية رفضت قانون الرئيس الجمهورية تم الحديث عن المناصفة 50% و50% ترشيح فردي وقوائم انتخابية حديث عن التمثيل النسبية حديث عن الدواء المتعددة حديث عن الدار الواحدة ما زال هذا السجال حاكما لأن هذا الأمر كما أشرت وملاحظة جيدة وثاقبة من لديك عندما تتحدث عن مسألة الوجود وجود القوى السياسية في السلطة في العراق لأننا اليوم يجب أن نتحدث بأننا في العراق بعد 2003 بنينا سلطة وليس الدولة ودليلنا على ذلك مسألة التظاهرات واستمراريتها ومسألة هذه المطالبات لذلك نحتاج إلى أن نصحح مسار النظام في العراق لكي ينتج دولة حقيقية دولة مواطنة دولة مدنية حقيقية تعطي الحقوق تفرض الواجبات على الجميع هناك مساواة هناك عدالة حقيقية ليست هناك معيارية ليست هناك إزدواجية الكل متساوي الكل له حق تكافأ الفرص مكفول للجميع هذه الآليات التي يمكن من خلالها أن تفعل وجود وفعالية بناء النظام والدولة وتعتبر ثقة للمواطن المرة الثانية بهذا النظام السياسي أشكرك جزيلا بغداد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سيد خالد عبدالإله شكرا جزيلا نتابع في المساء بعد قليل الجيش الوطني الليبي يتهم الميليشيات في طرابلس بتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك اشتركوا في القناة